اشتريت سيارة واشترط علي صاحب السيارة أن لا أبيعها إلا بعد موافقته فهل هذا الشرط صحيح؟ ليس بصحيح لكن لو شرط عليه أنه ما يبيعها إلا بعد إعلامه وإذا أراد أن يشتريها يشتريها بالسعر اللي تصل إليه مثل النساء باع سيارته على قريب الله ومنزل فيها السيارة زالة بس قال هذا ولد عمي ولكنه يعرف ولد عمه ما يبقى عنده شيء يعني إن أخذها شيء بيبيعها بكرة فاشترط عليه قال لشف لا تبيعها وإذا بعتها ترى تعلمني وأنا أولى بها بالثمه اللي بتصل بعطيكية هذا يجوز أما يقول له مثل هذا لا تبيعها إلا لنوافج طيب وهذا ما وافج شو سوى تجد الزنب تغليص هذا بيش لا فمثل هذا الشرط لا يصح لا تبيعها إلا لنوافج لا تبيعها إلا لنوافج لا تبيعها إلا لنوافج